عايز أبدأ معاك كده في البداية إيه حاجات تانية غير القطن إحنا مشهورين بيها وبتتصدر بشكل كبير برا مصر يمكن في الحقيقة الفترة الأخيرة أو عموما إحنا يعني ما عملناش حاجة اسمها شخصية المنتج المصري في أنحاء العالم خلينا أقول هنا بس حتة مهمة جدا إن الدول العالم حاولت تعمل حاجة اسمها ماركت ايدنتيكال أو تعريف سوق نفسها يعني عرفنا كلنا منتجات الألبان دنماركي إن الشوكالاتة سويسري إن الساعات سويسري جبن أولندي بالضبط إنه المعدات العسكرية والثقيلة أمريكاني إن الحجر الرخيصة خالص والمتوفرة بكثرة الصيني فكل واحد عمل نفسه إحنا كان معمول لنا الشخصية السوقية بالقطن المصري لكن في أمور تانية كتير برضو ما خدناش بنا منها إنه كلمة القطن المصري بس في حد ذاتها مش كفاية لأنه دخلت العلم دخلت تكنولوجيا دخلت ما يسمى في الفنيات القطن نفسه طرق الغزل أنواع الغزل تصنيع أنواع معينة من أقمشة القطن عشان كده النهاردة أحد بيوت الأزياء الشهيرة جدا في العالم بتصنع عميص أبيض مكتوب عليه قطن مصري لكن مغزول في إيطاليا متصنع في أمريكا خد النقطتين دول التانيين لأنه مبدأ التعقيدات الاقتصادية قالك إيه ليش معنا أنك عندك قطن وماش تبيعه بس لا أنت بتبيع المتر وماش بقد كده في غيرك ببيع القميص بقد كده إذن هنا القيمة المضافة علشان تدخل الماركت أيدنتيك للسوق المصري بالقطن ده انخفاض معين في صدرات الأقطان بدأنا نعيد طبعا الدولة بتعيد سياغة منظومة التعامل مع الأقطان حاليا والمصانع الغزل والنسيق في المحلة القبرى وفي الأماكن الكبيرة بحيث أن إحنا نقدر نتعامل بأنواع معينة من الأقطان بشكل معين عشان إحنا عندنا نوهاو في صناعة أو التصنيع المتعلق بالأقطان لكن خلينا أقول لك عشان سؤالك الأول إحنا عندنا الأسمنت المصري الأسمنت المصري ده واحد من الحاجات المهمة جدا في العالم وأن مادة الكرينكل أو أنواع معينة من خامة الأسمنت من أفضل أنواع خامات الأسمنت على مستوى العالم ودون منازل لكن أحيانا بواجهنا تحديات في النقل تحديات في التصدير تحديات في دخول الأسواق تحديات في تحديد سعر السوق العالمي إذن عندك منتجات أخرى أنت مثلا على سبيل المثال محتاج تحيي ذكرى تقدم مصري في الثمانينات والسبعينات في مصارع الأدوية إحنا عندنا قدرة غير طبيعية وكان عندنا ستة أسماء حتى الدواء طبعا يعني إحنا جمدين في موضوع تصدير الدواء إنت جمد جدا في موضوع الدواء إنت دولة قوية جدا على فكرة المفترض إنك إنت دولة تعيد سياغة عملية الدخول في أسواق الدواء العالمي إزاي تقدر يعني إنت كان عندك سبع أو ثمان شركات أو أسماء بتملك اللي بسموها البتنس الاختراع نفسه السر الصنع نفسه لكتير جدا من أصناف الأدوية المختلفة بعدين دخلنا فيه برضو عملية الثلاثين سنة اللي عدوا علينا اللي كان فيهم أمور كتير جدا ما خدناش بالنا منها فيه عملية التطور الطبيعي وبالتالي صراعة الدواء إحنا مازلنا على فكرة آه عندنا قدرة في تصنيع الدواء وعندنا طلب كبير جدا في السوق الأفريقي في الدواء لكن بنفس الوقت عندنا شركة واحدة في دولة قريبة من دول الجوار الشقيقة زي الأردن شركة واحدة عندها بتصدر قد صدرات مصر كلها من قطاع الدواء لكن إحنا عندنا قدرة لإيه المشاكل كلها بس عايزة أصنعك برضو خير عندنا دولة قلت لي أسمنت عندنا دواء عندنا مواد بناء مختلفة يعني إحنا دولة فيها مصنعين وصناع مهمين جدا في قطاع مواد البناء هنتكلم على السيراميك عندنا قدرة كبيرة جدا في إنتاج السيراميك عندنا قدرة كبيرة جدا في إنتاج مواد البناء زي البيات وعندنا مصارع كبيرة محلية ومصارع مشتركة مع أسماء عالمية بتقدر تنتج مواد البناء كتير عندنا أيضا قدرة كبيرة جدا على تصنيع كل أنواع الحديد وكل الحديد الصواج والحديد المجالفن وكل حيض المستخدم فيه وكمان عندنا الموالح وعندنا المنتجات الزراعية منتجاتنا حصرات الزراعية كلها وقدوز كبير جدا برضو احنا بنصدر برقم في الصناعات الغذائية يعني عندنا منتجات غذائية بنصدر برقم بنوصل بنعدل 4 مليار دولار صدرات صناعات غذائية فعننا عندنا صدرات مؤد بنا عندنا طبعا قطاع مهم جدا واللي كتبنا فيه في الأول لكن هو قطاع الصناعات الناسيجية يعني عايز اتكلم على مع حالة بقى كلها. يعني خلينا اقول لك انه شهرة الملابس القطنية والمفروشات القطنية في مدينة المحلة بس. على مستوى العالم. عندنا فنادق في دول العالم في أوروبا وامريكا. عندها البشكير والفوطة وكس المخدة اللي موجودة مصنعة في المحلة. انا شخصيا زرت اكتر من 450 مصنع مشروعات صغيرة متوسطة. الله. بتصدر برا من منتجات المحلة. احنا عندنا منتج اه. بس السوق المحلي عنده قدرة استعبية عالية جدا. وفي نفس الوقت قنوات التصدير مش مفتوحة بشكل جيد جدا. قدرتنا عالتعاطي مع التجارة الدولية بقليات جديدة مش موجودة. وبالتاني بدنيا صعبة في الحتة. عايز اقف معاك عند بند بند من اللي كلمتني فيه. يعني مثلا انت قلتلي الاسمنت. ايه مشكلتنا ان احنا نصدر اسمنت بقوة. احنا طبعا اولا احيانا انت عندك منافسين في العالم دراست المنافسين. وانه احيانا بتبقى اسعار الطاقة وتكلفة الانتاج مرتفعة عندك. وبالتاني ما انتش قدرت نفس في السوق الخارجي اللي انت عايز تروح له. وبالتاني ممكن السعر يكون هناك اقل منك بخمسة دولار او عشرة دولار. وبالتاني ده بفرق مع الكمات الكبيرة. بعض الاحيان بيبقى عندك استعاب كتير جوا داخل السوق المصري بشكل كبير. فبياخد الانتاج. بياخد جزء كبير جدا من الانتاج بتاعك. تكلفة الانتاج احيانا وفي كتير جدا من الصناعات المصرية. احنا المفروض نوصل لمعادلة مهمة جدا عشان نصدر. لان طبعا كلمتك على الأسبانت وكلمتك على الادوية وكلمتك على النص آرات الانسيجية لكن مكنتش على الصناعات الكيميوية وبطا الكيميكالس والمصناعات الكيميوية والأسمدة. احنا متفوقين كمان جدا في صناعات الأسمدة. طبعا. وعندنا سوق كبير جدا في الأسمدة في العالم بيطلب مننا السوق الأفريقي بيطلب مننا أسمدة كتير لكن الفكرة كلها دايما خلينا نقول على معادلة مهمة جدا وهي تكلفة الإنتاج ضبط تكلفة الإنتاج وتكلفة متخلات الإنتاج وإنك إنت بتحاول بقدر المستطاع تشتغل على حاجتين بتشوف مكونات المادة أو المنتج اللي هتصنعه ده وإزاي تقدر تضبط مكونات الإنتاج لتكلفها المباشرة وفي نفس الوقت لازم التصنيع عندنا عشان نصنع مواد قبلة للتصدير بشكل كبير نحن نفتح التجارة والدولة تشجع التجارة الدولية والتصدير لأنه امتلاكك لسوق كبير الدولة مش مشجعة امتلاكك لسوق كبير يخليك تصنع كتير تتكلفة إيل يعني أنا هدي مثال أو مثال كبير جدا لو أنت حابب تصنع الصن إزاي اختلقت العالم اختلقت العالم إنها أصبحت مصنع العالم فهو بيصنع مثلا الرول الفويل باكرة الفويل بكل حاجة بصنع مليار باكرة نحن النهاردة عايزين ننصح المستثمر بقى اللي بيبدأ دلوقتي وشايف عندنا منتجات معينة مميزة جدا زي ما انت قلت الأسمنت وزي ما انت قلت الأدوية وحاجات كتير قوي اللي يسهله الدنيا ويخليه يقدر يشتغل بسهولة ويصدر كمان بسهولة بس هو فيه فكريتين مهمين جدا يعني بعد دول العالم عملت تلات حاجات عملت شركات تجارة دولية ودي استثمار معين هو الراجل هنا بيجيب موظفين تسويق دولي وموظفين بنون كويسين وعنده حد بتاع شحن كويس والشركات دي بتقولك شريكة للمصنع المصنع ده يصنع ويركز في الصناعة بس ويركز في تطوير الانتاج بس وتكريف الانتاج بس وده ياخد منه والاثنين يتقسم الربح ليه لانه احنا عندنا المنظومة عندنا لما أنا كمصنع بصنع وبطور نفسي في الصناعة وعايز بحس تطوير الانتاج وعايز درجات جودة وعايز أوراق تصدير فبنهك القوة عشان تكمل الدورة التانية وخلي بالك في دورة تانية تبدأ من بعد خروج المنتج من المصنع فالمفروض يستلمها شركة تانية ففي بعض الشركات الدول العالم النهاردة عندها شركات متقصصة وكبيرة وشركات قائمة بذاتها في التجارة الدولية يعني بيقح اشترك مع مصنع وعنده فاق تدرس الأسواق الخارجية وتدرس المنافسين وعنده قدرة على دخول المعارض وعنده قدرة على السفر يعني فيش حل دلوقتي المستثمر اللي عايز يبدأ ويشتغل في مشروع من المشاريع دي ازاي يعمل كده بسهولة اول حاجة بيبدأ يختار منتج او اثنين او تلاتة بيدرس الأسواق واحتياجات الأسواق الخارجية أهم حاجة لما تيجي تدرس الأسواق الخارجية تدرس الأماكن اللي انت تقدر توصل لها في عمليات نقل سهلة يعني تدرس دول فيها مواني دول فيها صفر طيران دول فيها شحن جوي لأنك انت في النهاية هتوسط منتجك طب تقول لنا دكتور مين محتاج ايه؟ يعني انهي دولة بتحتاج البرتقان المصري انهي دولة بتحتاج الأسمنت المصري هقولك على حاجة بمنتغل بساطة أفريقيا دي 54 دولة فيهم 38 دولة ساحلية والباقي دول حبيثة حبيثة يعني ملهاش مينة ملهاش مخرج على البحر ملهاش منفذ يبقى 53 دولة البقية باستثناء مصر يبقى 54 في منهم دول عندها قدرة شرائية ودول حسنة اقتصادها ودول لها موانئة على البحر زي كينيا زي ساحل العاج زي أنجولا زي المغرب زي تنزانيا زي الدول دي مهمة جدا الدول دي محتاجة إيه؟ محتاجة منك ملابس قطنية محتاجة منك أسمدة محتاجة منك مواد بنا محتاجة منك أدوية محتاجة منك مسلزمات طبية غير دوائية وبالتالي أنت عندك موتنشل في الدول دي كويس بس عشان تروح الدول دي آه طبعا وده على فكرة أنا بالنسبة لي مهم جدا ليسو أفريقيا لأنه هو ما تروحش أسواق يعني خلي بالك برضو عشان تروح تسوى دول أوروبا تعالي نتكلم على دول أوروبا محتاجة منك حاصلات زراعية محتاجة منك منتجات غزائية محتاجة منك برضو بعض الملابس القطنية محتاجة منك بعض الأسمدة المصنعة بشكل أو بآخر ومحتاجة بعض مواد البناء من مصر لكن أمريكا من أسواق الكبيرة اللي احنا بنصدرها برقم يعني من الأسواق المهمة جدا على فكرة بالنسبة لنا أمريكا حاصلات زراعية وبنصدر لأمريكا مواد غزائية وبنصدر لأمريكا ملابس كتنية مصنعة وبنصدر لأمريكا مواد بونة مختلفة لكن مواد عزلة بنصدر لداء ومنتجات بلاستيكية لكن خلي بقى لك برضو أن في أسواق معينة لها اشتراطات معينة لها شهادات جودة لها شهادات النهاردة في بعض الدول زي دول اتحاد الأوروبي عندهم منظومة مواصفات جودة عندهم حاجات معينة بيحطوها للمصانع اللي بتشتغل بالكربون بتشتغل بامبعثات كربونية الأقل مبعثات كربونية المصانع اللي فيها طاقة نظيفة لأنه انت كل كتجري أو كل قطاع أو كل سوق في العالم له احتياجاته وله مدخلاته وله مخرجاته ولازم بناخدها في الاعتبار عندنا بقى أسواق قريبة مننا زي أسواق دول خليج بنتكلم على السعودية بنتكلم على دول خليج منطقة القويت بيحتاج حصنات زراعية بيحتاج منتجات غذائية تامة الصنع بيحتاج منتجات ألبان ومنتجات أجبان بيحتاج بواد بناء من مصر بيحتاج أدوية ومستلزمات طبية في بعض الأحيان احنا بنصدر برضو ميزان المسفعات بتاعنا مع الإبارات ميزان من الموازين القوية مع السعودية طبعا من الموازين القوية من السؤال المهمة جدا بالنسبة لنا حتى برضو مع دول شمال أفريقي احنا عندنا جزائر دول برضو قطاع جزائر وتونس والمغرب احنا بنعمل مع الجزائر ما يقرب من مليار دولار بنعمل مع تونس ما يقرب من 450 مليون دولار في السنة بالتبادل تجاري فيه أسواق محتاجة منتجاتك لكن انت محتاج تضعف الأرقام احنا بنتكلم على 35 مليار دولار إلى 40 مليار دولار وما نصدرش المادة الخام احنا في ايه قطاعات محتاجين نشتغل عليها يا فندي؟ ايه القطاع اللي محتاجين نشتغل عليه علشان ما نصدروش مادة خام يعني ما نصدرش القطن مثلا من مادة خام بص هو القطن بس ولا حاجات تانية حاجات كتير ليه بقى لانا انا قلتلك بص هو في مبدأ وانا شرحته كتير قبل كده اسم مبدأ التعقيدات الاقتصادية يعني تعالي الاقتصادية دي بيقولك يعني هو دا برنامج معمول حتى ممكن القناة الكبريكس تأي حد ممكن يدخل على جوجة لقراك ويس الفاكرة كلها انك انت ازاي يكون عندك مواد خام عندك وفرة منها وعندك عمالة مهرة تشتغل عليها وعندك قيمة مضافة تضفها لها في نوهاو عشان تقدر تضيق منتج تبيعه بسعر غالي واسواق تكون محتاجا هذي مبدأ التعقيدات الاقتصادية بشكل او باخر ازاي تستفيد من مبدأ القيمة المضافة والخامة اللي انت عندك فيها ميزة نسبية علشان كده مين اللي في العالم طبق المبدأ دا ونجح عشان نتكلم زيه بنتكلم على مثلا دولة زي كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية دخلت قطاعات زي الالكترونيات يعني كل الالكترونيات اللي موجودة اكتسحت ما رحش اشتغل ماش اشتغل في الفاشل ما اشتغلش في الفاشل ليه ما لقيتش انت براند نازل من كوريا الجنوبية زي ما سبع برادات من الالكترونيات او من الاجهزة كهربائية او من السيارات طب حضرتك شايف ايه البراند اللي ينفع لمصر يعني احنا عندنا موضوع الملابس القطنية دي متهيئة اللي تنفع هي البراند اللي يفضل موجود ولا ليك رأي تانية لا احنا عندنا المفترض ان احنا عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نقدر نعيد صياغة صناعات الدواء بشكل جاي جدا وان احنا نعمل في الدواء يعني ثورة هائلة تقدر تخش الاسواق العالمية انه في احتياج المرحلة الجاية يعني حالك شايف انه لو مصر هتعمل ريبراندنج لنفسها على طول مصر بتصمع عدوة دي تبقى صمعيتها في العالم وبزاد في الأدوية الحيوية والأدوية النباتية يعني النهاردة اللي جامل من الأعشاب والأدوية الأورجانيك لان احنا عندنا مثلا شبه جزيرة سيناء من الأماكن اللي فيها يعني كبير جدا فيه النباتات الطبية والعطرية عندنا جزء كبير جدا في مصر في طبات الطبية والعطرية وكمان الفيتامين سابليمينتو مدعمات الفيتامينات والحاجات دي نقدر نشتغل فيها بشغل جاي جدا نقدر نعمل فيها بوتنشل كبير جدا وده شيء نقدر ناخد فيه مساحة جيدة جدا في العالم احنا برضو عندنا قدرة انه لو حسنا المشاكل اللي موجودة في قطاع مواد البناء نقدر نعمل وعلى فكرة واحد من القطاعات اللي بتحقق أعلى أرقام في الصدرات المصرية لو جاءنا نحلل هيكل الصدرات المصرية اللي هي قطاع مواد البناء من أكتر القطاعات اللي بتحقق الأرقام برغم ان احنا هنا بنستهلك حاجات كتير جدا من مواد البناء بنستهلك حاجات كتير لكن هذا القطاع اذا عالجنا التشوهات وشوفنا طلبات هذا القطاع ايه وطورنا شغل كبير جدا فيه نقدر نكون مع انتاج كبير ووفير ومصنعنا على فكرة فيها طاقة انتاجية عالية جدا تقدر توفر انتاج له قدرة تنفسية سعرية على مستوى دخول السوق الجديدة والسوق الكبرى بيقولوا ان الموالح المصرية من أهم الموالح الموجودة في العالم تقريبا يعني رقم واحد او اثنين على العالم كله بص انا اقولك على حاجة يعني في مدرستين في الشغدانة دي بصراحة يعني احنا الموالح كبرتقان وكفراولة واحنا من كبار المصدرين رقم واحد واثنين بنيجي في المركز الولاي والتانية ببرتقان وفراولة لكن ناس تانية تشوفها انه انت بتصدر اولا اللي انت بتصدره ده لما تقرنوا بصدرات دولة تانية في الموالح سعر كام يعني الاهم حاجة هنا برضو الكمية والقيمة العائلة لانه على فاكرة في بعض الاحيالات طب واحنا ليه سعرنا اقل من دولة تانية انا ما انا هقولك برضو انا هديك مثال يعني احيانا بعض الدول تستورد اسماك وهي عندها شاطئ لكن بتحافظ على المخزون السمكي للسانوات قادمة احنا بنعمل كده؟ بعض الدول بتعمل كده احنا لأ لكن ما عندهاش مصايد اسماك ما عندهاش قدرة كبيرة جدا على ان يكون عندها مصايد او مصانع تصنيع اسماك واستفادة من عملية تعليم الاسماك انت لما تصدد سمك وتبيعه معلب غير لما تبيعه سمك عادي جدا نفس الفكرة في ناس بتبيع بتبيع برطوان لانه واخده مساحة في اسواق كبيرة نتيجة الشهرة الاسمية زي مثلا برازيل او المغرب بتبيع الماندرين والسفندي بسعر كبير وتستورد منك انت برطوان من ماهو اخر يعني فلو صدر بالتين يورو خد منك بواحد ونص يورو برطوان نستهلاكه فانت بتصدر اهو لكنه بستفيد اصلا نص يورو لشعبه وبالتالي احنا لازم نحاول نعيد شكل المعادلة ونفهم حيات تانية هل المفروض نطور الموضوع نفسه؟ يعني بدلا من نصدره برطوان برطوان نصدره عصير مثلا؟ طبعا انت بتطور المنتجات يعني انت بتصدر منتج لما بتصدر منتج بيبقى انتاجك فيه او القيمة المضافة فيه طالما عندك خامة كويسة وخامة كبيرة جدا بتصدر جزء كبير جدا منها يبقى على طول يكون عندك صناعات مهمة جدا لصناعة مركزات البرطوان مركزات العصير المركزات الفراولة وتقدر تبيع ده للدول ما عندهاش بس بتكنولوجيا حديثة بقى سيبتيك لاينز بخطوط تقدر تعمل عملية حفاظ على المنتجات دي بشكل بمعامل بمختبرات مجهزة بشهادات دولية بشكل قويس عندنا اه انا اللي بقوله ده موجود منه شغل في مصر لكن كتير عايز يتوسع انا اللي بقوله مش اختراع لكن فيه حاجات كتير جدا او مجالات محتاجين نوسع السكوب فيها نوسع النطاق فيها عشان نقدر نخش ناخد مساحة اكبر في الاسواق العالمية فيها وبالتالي تضاعف طب هل البريكس هيستاهم في موضوع التوسيع ده ولا لا؟ شوف هو بريكس مما لا شك فيه انا دايما قلت انه وصول لتحالف دولي هذا التحالف الدولي هيمثل نص العالم هتلعب ازاي عشان تمثل تمثيل مشرف ما انت وصلت لتكسل عالم في كتن القدر فالبريكس نفس الفكرة انت وصلت ان انت دولة محورية دولة استراتيجية دولة لها قوة اقتصادية لها كيان انت رأس مسلس لأس مسلس عربي لأس مسلس افريقي انت موجود رأس مسلس مع جنوب افريقيا واثيوبيا هنا النقطة ارتكاز وانت موجود مع السعودية والامارات في البريكس فانت محور الارتكاز وقصر مشترك اعظم في المعادلة دولة محورية دولة قوية دولة لها تاريخ دولة عندها منتجات دولة عندها شعب قادر لكن هتتصرف ازاي هل ستقترق سوق السياحة مثلا 46% من سكان العالم في البريكس ويقدر المشتغلين على ملف السياحة في مصر يشتغلوا في برامج سياحية سريعة ويستقطب الأسواك دي بسرعة لان دي أول مرضوط دي يقدر يجي لك من البريكس ده فوري لانه لو اشتغلت على برامج لدول البريكس تحديدا مع منظومة سياحة تستقبل دول البريكس تحديدا وتقدر تستقطب الأسواك دي وتستعدلها وانت بتفتتح متحف كبير وعندك طريقة مقدسة وعندك فرص سياحية مختلفة هل هتقدر توفر السيستم ده لي خليك مباشرة تشعر بأهمية انضمامك يمكن ده يديك أول عشر دقايق في المباراة مع البريكس تعرف تشوف نفسك وبعدين تبدأ تخش تبقى خلت بقى جبت أول جوش تبقى تمسك ميزان المدفوعات دولة دولة مع دول البريكس أنا بانتج ايه وبجيب منه بكام إيه اللي هقدر أنتجه أكتر هم محتاجينه أصلا في الصين عشان أزود لأنه خلي بالك برضو هو ميزان المدفوعات بيني وبين الصين لصالح الصين 14 مليار وأنا واحد رص مليار فبالتالي لو شننا كمان العفعات الجمهوركية هل أنا هقدر ألعب المباراة في ظروف زي دي ده اللي أشوف أنا مش عايز أسأل السؤال بتاع هل هقدر أعمل كده ولا أنا عايز أعرف أنت متوقع مصر هتعمل إيه في البريكس هو شوف السؤال المصري يعني ربا ضرت النفاع وربا وفي ظل الأزمات ببتودة الإيجابيات يعني اللي حصل في السنة ونص الأخيرة زي ما كان صعب جدا عن ناس وقاسية ولكن زي ما قلت أنت عنوان حلقتك النهاردة أنا معاك البدأ نغمة الصدرات وحصيلة التصدير والبحث عن الدولار الحاجات دي بدأت تبقى ثقافة الناس كلها تقعد مع أربعة أو خمسة شباب ما عادوش عايزين يفتحوا الكافيه بالضبط احنا مش هنقعد هنا بقى نبدل فلوس بنا لا احنا عايزين نصدر ونستوي فإحنا اللي حصل الفترة دي كان حاجة شيء مهم جدا خلى الناس تقدر بتقول لا أبقى تعالى أنا بدأنا نعقد إحنا الاثنين نلمل من بعض عشان نعمل كافي ونعمل في كافي شوب لا تعالى نعمل شركة تصدير تعالى ناخد منتج من بسطة عفلان في 6 أكتوبر أو في العشر من رمضان عشان نطلع نسافر نقف في المعرض الفلاني عشان نعرف نصدر عشان نجيب حصيلة دولارية أعتقد إنه زنقة الدولار الزنائرية دي كان لها مشاكل كتير جدا وتحديات كتير جدا لكن كان لها جانب إيجابي إنه حسستنا بالشكل المباشر إنه في حاجة مسة إلى تواجد العملة الدولارية وإنه في حاجة مسة إنه نخترق الأسواق القبرى وفي حاجة مسة إنه هنبدأ نطور المنتجات اللي عندنا بحيث نصنع برندات خلي بالك مصر في التمنينات كانت بدأت تصنع برندات في القطاع الأحزية تصنع برندات في القطاع الشوكولت أنا فاكر موضوع الأحزية ده وباتا وحاجات وكنا جاندين والله وماندلين وبمبم كانت أعباء عندنا المنتجات نزلنا تحت شوية لكن خلي بالك أنت ما بتبيع برند وهنا عشان نبقى صرحة مع بعض مش هتلقيمة المضافة بتاعتك وإستغالك الميزة النسبية مش هتيجي إلى من خلال سيستم إنك تبقى مؤمن بنظام البرند وتعمل برند عالمي أنت منهاردة بتبيع قميس ماركت مش عارف إيه بعشر تلاف جنيه هو مترو ماشي تبايعه أصلا من قطنم بس أنت بتكلم عنه بخمسمائة جنيه إذا نازم نفهم إن دي المعادلة أي إن كان إحنا فيه من المعادلة دي عشان كده الناس اللي راحت تركيا السوق التركي لفترة الأخيرة لقيت إن تركيا دخلت عالم البرندات بجزء معين في ملابس قطنية معينة لها كم برندة دلوقتي موجودين في السوق العالمي وهو ده اللي بحسن الدخل بتاعتك للخامة بتاعتك أو المنتج بتاعتك وبيوجدك في السوق العالمي بقوة وبالتالي مهم جدا ندخل دخلة جديدة وأنا شايف إن إحنا هنقدر ندخل دخلة وشايف إن الجيل الجديد والناس اللي موجودة ما عندهاش مربع تاني تدخله غير إنها تقدر تلعب مع المجتمع الدولي في التجارة الدولية بشكل جيد وإحنا لازم نتعلم التجارة الدولية وخليني هنا أقولك إنه تعليم التجارة الدولية وممارسة التجارة الدولية مش صدرات بس إزاي تعرف تتصدر من دولة لدولة وإنت قاعد هنا إزاي بنوكك تسعفك في إنك إنت تعمل الترانس أكشن والتحويل ده المنظومة كلها تتشغل إزاي تعرف تطير لأكبر عدد من المحطات من هنا إزاي تعرف تشحن لأكبر عدد من المحطات واللي نجح في كده مين؟ نحنا أنا أعمال لدي أمثلة أمثلة على القرية الجنوبية أمثلة على التركيا أمثلة الآن على منظومة التجارة الدولية في المطلع العربية المتحدة المطلع العربية المتحدة لديها منظومة التجارة الدولية قوية وبالتالي بتتجيب من كل دول العرب تدي أفريقيا يعني الإمارات السنة اللي فاتت قفلت مع أفريقيا على 26 مليار دول صدرات ومنتج مش من عندها المنتج جاي من دول كتير بلس الشاب الإماراتي والمكتب الصغير اللي في الإمارات قادر يعرف كويس قوي ما هي مطلبات التجارة الدولية والتعاطي معاها بشكل جيد وده اللي إحنا محتاجين يطلع عندنا جيل يعرف يتكلم تجارة الدولية بشكل جيد يعرف يشتغل مع الناس دي عايزة أسألك هل متوقع أن إحنا بدل ما بنتعامل بالدولار نتعامل مع البريكس أو دول البريكس بعملة تانية غير الدولار تبقى عملة موحدة؟ هو فيه كلام هو فيه اتجاه معين عالمي هو العالم بيلعب في مركب وفلك اسمه العالم متعدد الأكتاب تمام وقدمية العالم الحديثة هتستكتب مؤسسات جديدة وإنه لازم نبقى عارفين أن أمريكا والصين وروسيا والمعسكر بتاع التحدي أوروبي عندهم لسه مباراة كبيرة جدا ربما نكون مش رقم واحد في المعادلة بالنسبة لهؤلاء بس إحنا دلوقتي جوه المعادلة وجوه البريكس دخلنا جوه المعادلة فأنا عايز أستهلك بشكل مباشر فيه قوم لمعادة هتبقى بيتعانل بيها الدول البريكس؟ أكيد اليوم اللي هيوصل فيه أن حجم الدهب اللي موجود في البنوك المركزية لدول البريكس يتخطى 65% من احتياطي الدهب الموجود في البريكس المركزية الدولية في العالم سيتم إصدار عملة جديدة للبريكس وهو ما ده اللي بيانتظروا عشان كده عملية استحواز البريكس المركزية في البريكس على الدهب اللي رفعت سعر الدهب آخر ثلاثة ثلاثة ورسيا عشان خطر يقدر يبني مهزون هل صحيح فرعاً أكتر من 50% دلوقتي عندهم من دهب؟ لكن لو وصلنا 65% هما بيستعدوا لده وانت تستعد أيضاً لده ما عندكش مشكلة خالص أنك تتعامل بعملة تانية هتخافف الدغط على الدولار طب ثانية واحد دلوقتي يعني الكلام اللي بيتقال اللي هو روسيا والصين عندهم أكتر من 50% من دهب العالم تقريباً في البنوك بتاعتنا روسيا والصين ودول البريكس انت بتقول لي أنه لو زدنا كمان 15% من دول البريكس للدهب ده هيخلينا خلاص نتعامل بعملة موحدة؟ يقدر لو عنده غطاء أكتر تخطر 65% من احتياطي دهب العالم هيقدر يبدأ يعلن عن إصدار العملة البريكس الموحدة هو ده اللي بنتظره وإذا ما ألمح إليه اجتماع البريكس الأخير ده اللي بألمح إليه اجتماع البريكس الأخير إنه بدأ يطلع الرئيس النلوسي ورقة البريكس وشكلها في شكل أب آخر شكل الميديا إعلام بدأ من نتكلم لكن طبعاً ورده لكن خلينا أقول لك حتى في ظل التعاطي مع ورقة بريكس أو عملة بريكس برضه عليك إنك تعمل الواجب المطلوب منك وهو الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج التصدير التجارة الدولية اختراق الأسواق الدولية الوجود التواجد في الأسواق الدولية بشكل جيد حتى تستطيع حتى بأي ورق التعامل سواء العملة المحلية ما بين الدول البريكس النهاردة ممكن يبقى في مرحلة إنك تتعامل بالعملة المحلية مع دول بريكس قبل عملة البريكس دي مرحلة تانية إنك تتعامل مع السيمبر ليوان تتعامل مع بروبل العاملات المحلية كلها هتعمل بالجنيه إذا برضو لازم يكون عندك منتجات تقدر تدي السوق الروسي منتجات كبيرة وعشان متاخدش منه أكتر حتى مهما كان العاملات المعيار المقياس النقدي اللي هتقيس عن السرع والخدمات دايما بلاقي مثلا لما اتكلم مع مستثمر بس لسه بيبدأ حد لسه مبتدق وبتاع ألاقيه بيقول لي علشان أصدر أنا مش زي الشركات الكبيرة الشركات الكبيرة خلاص عارفة هي رايحة فين وعارفة القناوات بتاعتها للتصدير إحنا ما نعرفش حاجة إحنا كمستثمرين صغيرين مش عارفين وبالعكس في إجراءات كتير بتبقى إجراءات روتينية جدا بتوقفنا وبتخلينا مش عارفين أصلا نشتغل المفروض يعمله إيه؟ المستثمر الصغير يتعامل إزاي؟ بس هو فيه جزء هو محق فيه وجزء مش محق فيه فيه جزء عنده حق لأن إحنا فعلا في الاربعين سنة اللي فاتوا عندنا عشرة بصداروا في كل قطاع وهما دول الكبار وهما دول اللي عارفين كل السادة الوزراء وكل السادة المسؤولين وعارفين كل السادة اللي في الجمالك وعارفين يخلصوا شغلهم وعارفين يخلصوا إيه؟ فبالتالي فعلا اللي داخل بالناس الصغيرة والاسم إيز بيبقى مطحول في وسط الطحنة دي كلها وإحنا طبعا ما زلنا الفكرة كلها أنك تتحول من عمل فردي إلى عمل مؤسسي إلى شاشة مش شايفة مين لصعب المعاملة لسه عندنا الشيطة وقت لحد ما نخلص الرقمارة بتاعتنا علشان قطر نتغلب من الروتين أو بريقراطية العمل الحكومي في الإجراءات التصديرية وفيها الدخول للأسواق ده جزء محق فيه وأنا باتفق مع أي اسم إيز فيه وعشان كده فيه كيلة بتحتضر الاسم إيز زي مين؟ زي جهاز المشروعات الصغيرة والنهاردة عدوا قدرة التصدير أنشأناها مع السيد الرئيس الجهاز فيه اتحادات المشروعات الصغيرة وبتوسطة فيه جمعيات بنادر نديهم كل الدعم في هذا الاتجاه وده جزء مهم الجزء الثاني بقى والمهم جدا هو نفسه بقى الهومورك اللي هيعمله لأنه برضو الكبير ده بنقوله هو بدأ صغير ما بدأش كبير طبعا فأنت بقى لازم تبقى عارف كواس قوي إيه المنتج اللي هتصدره ولازم تعرف تعمل اتفاقياتك الأول مع المصنع اللي هتاخد منه عشان مش بعد أول بيعة وتصدرها له تختلفه مع بعض بعدين هو يروح يبيع اللي اللي انت بعتله من قرابك وبعدين تتخنقه ودي الكيس اللي بتشوفها كل يومين تلاتها في الشارع فبالتالي ما بتنتظمش العملية باستدامة رقم اثنين لازم تنزل تدرس الأسواق دي والنهاردة بقى عندك آريات كتير جدا عندك قنوات وعندك AI دراسة تسويق وعندك ممكن تنزل على الارض وتعمل دراسات تسويق على الارض في أي دولة هتروحها مفيش أي مشكلة خالص لما يعمل كده هيقدر يصدر بسهولة؟ طبعا مش بسهولة أنا نشير كلمة بسهولة من الحوار ونخليها هيقدر يصدر طبعا لما يكون عنده الملائة المالية والقدرة المالية برضو على التصدير ويبقى عارف كواس جدا المعادلات لما يبقى ملم بالترانس اكشن وأنواع الدفعيات وضمانات الدفع ومخاطر الصدرات اللي البنوك بتنص عليها سواء في خطاب ضمان أو خطاب ضمان بنكي وإيه الشروط وهي الاشتراطات وإيه المعايير لما يبقى ملم بمعايير دخول البضاعة اللي هيشتغل فيها في الدولة اللي هيصدر لها لما يروح يععد مع البنوك في الدولة اللي هيصدر لها ويعرف منهم هم البنوك بيجيب قيمة منهم ويسأل هنا في البنك المتعامل معاه يقول له هل البنوك دي معتمدة في البنك المركزي الدولي وفي شمكة البنك المركزي الدولية لما يعرف الاحتياجات كلها ويعرف يحصل تكلفته كويس لما يروح أكتر من معرض دولي وشوف الناس بتعرض إزاي وشكل العرض إزاي وشكل المنتجات إزاي لما يعرف دراست المنافسين بتاعته ولما يعرف الانديوزر بيستخدم المنتج ده إزاي أنا بتكلم على منظومة كبيرة لازم يفهمها كويس جدا ولازم يبقوا اتنين أو تلاتة أنا النهاردة بتكلم على مشروع أنه كل تلاتة خرجين من جامعة أمريكية وألمانية ومعهد كذا وجامعة كذا وقليد كذا اللي سمعنا عنهم المئة وعشرة جامعة دول لازم يتجهوا أن هما يعملوا شركات صغيرة والدورة تدقامهم عشان يأخذوا منتجات هذه الوصانع ونقدم نموذج جديد في التجارة الدولية إحنا محتاجين الناس بتردع الإيميل النهاردة مش عايز أفقد من العالم النهاردة لو أنا عندي الجمعة أجازة وعنده سابته أحد أجازة فأربع أسابيع بفقد تلات يوم في الأسبوع فأربع أسابيع بفقد اثناشر يوم من المدة الزمنية في العالم اللي بتعامل معاه فأنا شهري سبعتاشر يوم وغير بقى وقت الشحن وغير أن أنا كلما الشحن عندي قليل ما هواش كبير للعالم فالمركب الكبير بتخش عندي بسرعة موضوع الأجازات بتاعتنا ده مأثر على التجارة العالمية طبعاً طبعاً أنت بتشتغل سبعتاشر يوم مع العالم أنت ببسيطة خلص أنت بتشتغل أنت جمع أجازة وهو سابته أحد أجازة يبقى هو يتكلم معك كله من اتنين الصبح وانت هتكلم معي وانت خميسة آخر النهار فدول 4 في 16 يوم 16 إلى 17 يوم من شهر 30 و 31 دول أيام العمل بالنسبانك في العالم هتحسبهم طب تقترح يعني أنت شايف إيه الحل علشان أن تخطر حياتة أنا بشوف أنه مثلاً إيه اللي خلوا ناس كتير سألتنا هو ليه الإمارات اشتغلت الجمعة ودت لحد أجازة ناس كتير كانت تستغرب لأنه حاس أنه بيفقد مع السوق الدولي والعالمي عدد أيام 50 يوم في السنة 51-52 يوم في السنة وبالتالي 52 يوم في السنة دول كونه لها 3 شهور عمل طبعاً 3 شهور عمل دول ربع سنة الربع سنة بالنسبة لك وانت بتبيع بتصدر بربعين مليار فيهم 10 مليار دولار صدرات فأنت شايف أنه الأجازة المفروض اللي تحصل الأجازة الأسبوعية ممكن تبقى يوم الحد مثلاً ممكن تبقى فليكسابل ممكن أن القطاع الخاص يبقى عنده فليكسابل يبقى فيه حاجة لأنه على فكرة هما بدوا ساعة ونص يوم الجمعة في الإمارات للصلاة أنا مش بنادي أبدأ لكن بقول يا جماعة في بعض المحددات يتول وما يطلع ليش واحد برضو بيسمعنا يقول هو أنت سبت كل العناصر وجاي على يوم الجمعة اللي بنترتاح فيه أنا مش بكلمك على يوم الجمعة اللي بنترتاح فيه ما هو يتبدل بيون تن ما يتبدل لكن أخد جمعة والسبت أو أخد سبت وحد يما شدلها تفرق لكن لها الفكرة كلها أنه ده عنصر بالعناصر لما تجي تلاقي عنصر زي الشحن البري والشحن الجوي والشحن البحري أنا النهاردة لازم نفهم قوي والشاب اللي راح يشتغل في التصدير ده أنه فيه حاجة اسمها سراعة النقل البحري ولازم يدرسها برضو وياخذ فكرة وعنده ثقافة الشحن ويفهم قوي أن المركب دي زي الطيارة فيها كراسي بتتحجز بتتوزع على كل وكراس الشحن في جميع الحال عالم فمفتوحة عشان بتتحرك على العالم فالنهاردة فيه براكب جامبو 27 ألف حاوية وبالتالي أنت عشان تخش مينة في مصر عشان تاخد 100 حاوية و200 حاوية ما يرداش تخش فأنت ممكن تبقى مجهز خمسة كونتينر عشان يروحوا منطقة يعودوا شهرين وبالتالي ده تحدي شحن عشان الزمن عندك تاني الفلوس النهاردة البنك المركزي لما يقولك أنت جاي دي فلوس منين وجاي منين ورايحة فين وأفنانك الفلوس وعلى بلو والديني ما يوفيد حاجات كتير جدا في الإجراءات الإدارية قادر أنها تعطل للشغل بشكل جديد لو أنت شاب صغير ما عندكش طاقة ما عندكش طاقة التعامل والجدل والفهم من هذا الكلام لو ما فيش الكوتشنج اللي يعملك ده وورديك ده وفاهمك ده بشكل أو بآخر يعني واحد اتنين تلات اربعة خمسة أو يساعدك زائد أنه بعض دول العالم الثالث ما زالت دول أسماء أنت مين وشركة إيه عشان مدير البنكي يقابلك ويقعد معاك لإما استنى في الكيو استنى في ساعة الحاجات دي كلها بتؤثر تأثير غير مباشر على الاتبال على التجارة الدولية النهار ده برضه لما لاقي نفسي بسافر حداشر محطة في أفريقيا على الطيران الوطني بتاعي وفي طيران تاني بسافر أربعين وخمسة أربعين محطة وستين محطة وستين مدينة أنا ما بسافر فيرش مباشر عشان نروح دولة في أفريقيا ممكن نقعد ست ساعات تيران ثم منزل نقعد أربع ساعات بعد نقعد ست ساعات تانيين طبعا ده بأثر طبعا على الباسنجر وعالكارجو نتعرف هالشحب وبالتالي أنا عندي تحديات مهمة جدا سواء في القارة الأفريقية أو في الدول الأوروبية الدول الأوروبية عشان أخشها النهاردة وأنا شاب صغير متخرج ولو بساحب سلك التصدير بأخذ التأشيرة بمعاناة وبطسط عشان أخذ أربع شهور عشان أخذ تأشيرة وبالتالي عشان أخش سوق دولي زي مثلا يعني هديك مثال برضو الناس يتشغل في تجارة دولية في العالم لازم تسمع مني ده وشاب لازم يسمع ده يعني الدولة زي ألمانيا ألمانيا النهاردة مثلا كل مدينة فيها هما أسيسوا البلد من الخمسين سنة على أسناء تكون الدولة دي دولة المعارض وسيحة المعارض يعني تروح مثلا مدينة قولن تلاقي قولن فيها معرض الفود دي السنة بتاع أنوجا والدنيا زحمة جدا تروح هانوفر تلاقي هانوفر فيها كل سنة معرض السجاد العالمي تروح فروتس جاستيكا برلين تروح ميديك تليف ديزل دورف فأسماء برندات كبيرة للمعارض سبع تمن تلاف عارض من جميع أنحاء العالم مئة وسبعين دولة بيرتقي أكثر من سبعين ثمين ألف واحد كل أسبوع فتلاقي ألمانيا بمر عليها أسبوعيا معرض دولي أنت في المنظومة دي كم واحد بيشتغل عليها كم واحد بيستفيد منها كم واحد بيشتغل على بناء البوثز أو الأماكن اللي جوا كل ده أنت لازم تتفرج عليه أنت لو شاب بمش عايشوا عشان تخش منظوم تجارة دولية وتتفرج عليه مش هتخش ومش هتخش تنافس ولا تعرف أنت فين في المعادلة ولا أنت فين في الموضوع فتستسهل تقعب مع صاحبك ما تيجي نعمل كافي شوب على طريق المحور وبعدها خلاص ما ده أنا أسأل حاجة عندنا موضوع الكافي شوب ده ده أول حاجة أول حاجة ده أول حاجة ده كده تقول يلا نعمل مشروع وإذا نفضل نتحول وإنتاجر في الجنيه مع بعض هو بنشيله ندوره مع بعض لكن فكرة إن أنت توصل 100 مليار دولار و150 مليار دولار خذ بالحضرتك برضو ده حلم عندنا إن إحنا نتخلص من بعض دولار إمتى مصر ممكن تتخلص من مشكلة الدولار اللي هو دلوقتي بسيطر على تفكيرنا كلها لدينا شبه دلوقتي يسمو الدولار بصرا فيه بصرا باقتصار شديد جدا الدولار ده لقوا أوعية دولارية مش زي اللي بغزي القلب صح الكلام أبساطة شديد عشان اللي بسمعنا ناخد معنا الموضوع أبساطة لو أنت اشتغلت مع المصريين بالخارج بفكرة وبأفكار خارج السندوق وتطبيقية وسهلة وسريعة يعني ما تجيش تجيب له سيارة المصريين بالخارج تقعد تشتغلوا وتحدد القانون وتعدد له 7-8-20-30 مرة وكل أسبوع تبقى هننزل لا نازم تشتغلها صح تقول له كل عشرة من نقو معاهم فلوس يقدروا يبدأوا نواة مصنع للتصدير يجي بقر ويأخذ الأرض خمسين سنة وهندي له إعفاق ضريبي ويبدأ اشتغل يبقى أنت لازم تعمل بيزنس موديلز لعشرين ثلاثين فكرة قوية جدا خارج السندوق تقدر تجيب مدخرات المصريين بالخارج مش تحولات المصريين بالخارج ولكنك فرق بين المدخرات والتحولات العادية ونازم نعترف تحولات العادية ده هو عايش برا فأهله عايشين في مصر فبعت لهم لكنه عنده مدخراته اللي عايز يعرف يستثمرها مش لا يستثمرها يجل في مكان مستقر مكان آمن مكان هيدديره حوافز مكان يشعر أن حوافزه فيه أعلى من أي مكان تاني ولا سيامن لها بلده تمام ويعرف يلاقي فيها نفسه ويعرف اشتغل قويس وسوق كبير الأمر ده ده وعاق دولاري مهم جدا الأمر التاني لازم نتفتح جميعا وأنا بحيي الدولة المصرية 25 مشروع احنا بدقين نتأخر جدا في مفهوم الاستثمار البيني الدولي دي ما اسمهاش بمبيعات احنا بمبيعش الدولة بمبيعش أرض ولا بتملك إراضي الحد دي شاركة استثمارية واحد داخل بالأرض والتاني داخل برأس المال الاتنين بحط فلوسهم على بعض في نسب ربحية في مراجعات سنوية في كل واحد بياخد بيعظم العائد على الربح ده وبعد كده بتكون الأمور دي كلها أي للانتقال وأنت صاحب السيادة يعني انت شايف ان احنا نعمل مشاريع تاني كتير كتير استثمارات تاني زي موضوع رأس الحكمة ده كتير كتير ان ده انت مستقبلا هتتفرج عليه وتتفرج على لو عندلك لو تخيل كده لو عندك عايشين الناس بتوع تقول اصلا انت باعت اصلا لا ديش حاجة اصمار يعني احنا مش عايزين نعمل كده بقول فهم ده يعني هقول لك على حاجة دي اتنسال كتير الاستثمار في في اندية الكرة في العالم محدش راح شال النادي من ليفربول وخده ومشي ولا من ارسل وخده ومشي ولا حد لا يشيل كتعة رسل حكمة وارد رسل حكمة وارد موجودة عندنا ولما حط فلوس كتير جاب لعيبة اكتر فالنادي كبر فباع تاني فخد فلوس ربح فباع النادي كله بعد كده الواحد تاني واشتغل وبقت ايه بقت دخل قومي استثمارية عندك ارض عندك ناقة عندك استقرار عندك شاطئ كويس عندك اماكن كويسة بتجيب حد كويس جدا كمان هو اللي جاي مش معاه فلوس بس ده معانه هاو معاه سوق دولي انا عايز اقولك على حاجة احنا عندنا تجربة وسيطة في السحل الشمالي مع احدى الشركات القبرى طبعا هذه التجربة السنة دي هي اللي دخلت دولار كتير جدا 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 بسائح البلد وكان الاونر نفسه او المدير العام بتاعها بيعمل فيديو او اتنين بوسات جدا 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 الصبح على الرمل بيشوفه 15 و 20 مليون سائح من دول الخليج وكان بيجيلك لحد هنا انت ده معانه هاو معاه قاعدة بيانات عملاء في 45 دولة هو بيشتغل فيهم ودول متابعينه ودول يعرفوه فانت محتاج الاستثمار الاجنابي علشان يديك فلوس وعلشان خاطر يجيب لك النه هاو وعشان خاطر يروتك بالمجتمع الدولي وعشان يعملك تكنولوجي ترانسفير وعشان يعرفك ويفتحك على العالم لكن الغلاق ان انا دي بيتي ومش هبيع ما حدش قال لك بيع لكن انت صاحب السيادة وقلت قبل كده مئة مرة في مئة لقاء فالرأو يا جماعة ما بين السيادة والملكية والحيازة صاحب السيادة هنا الدولة المصرية يعني انا ديت مثال لو انت شاري لو انت راجل اجنبي وشاري عندنا قطعة ارض بتبني عليها وفي السحل الشمالي المرور بتاعي اللي يج тай 9% في المشروع ليه كів Team فإذا اشترطط ودخول الاسطورات الحكمية والاسطورات الخاصة مع بعض بطريقة معينة ده لي بنادي بييه وعلى فكرة ده لي بقولك انت بيتبيع تجي تاني يوم يقولك يه لا انا هتصبح احنا إذا المعادلات دي لازم نعد نخرس منها نعدين ولازم ده يخش برضه على مستوى الصناعة وعلى مستوى المشاريع اللي فيها كسيفة العمال وعلى مستوى إن أنا أجزب استثمار أجنبي يشجعني في نقل التكنولوجيا الصناعية وإن إيه اللي نوهاو في مسارية الأدوية مثلاً كنا عليها عشان أقدر أبقى قدرة تصديرية جيرها إيه لأن خلي بقى لك أنت ما بيجيب حد من بره جاي بسوقه برضه ما هي حصلنا عندك ويأخذ لمنتجات دي لسوقه فهتستفيد منها النقطة الثالثة واللي بعد كده والوهمة جداً في الدولار عشان نبقى يعني جدين جداً في معادلتنا إحنا لازم نرفع مستويات التصدير يبقى نصير بالخارج اسمارك دابل مباشر مستويات التصدير لازم دايب هدفنا الأول لازم دايب هدف 150 مليار دولار مش 145 بس إحنا نقدر نجيب 150 مليار دولار عندك متخلات وعدتلك في بداية الحلقة متخلاتك قد إيه وقطاعاتك قد إيه والبوتنشل قد إيه وتاريخ التصدير قد إيه وقطلك قد إيه التحديات ونقدر نتغلب عليها إزاي ونقدر نوسع قاعدة المصدرين لذي كان ينتق عليه ده ساعة ما قلتلك إن فيه لازم شباب ليسمحه توسيع قاعدة المصدرين ليه ما بقاش المصدرين كلهم راس مسلس بس وتوسيع قاعدة المصدرين ده يزود لك الإنتاج بتاعك وزود لك قاعدة الخضائعين ضريبياً وانت لما يبقى مصدر هبقى ماشي رسمي هدفع ضريبة هدفع جمالك هخدم لك الموازنة العامة للدولة في الجانب الإراض كل المنظومة تزبط طبعاً وبالتالي ده اللي الدولة بتحاول توصله لكن مش هتوصله لوحدها وإحنا دايما نقول إن المنظومة التصادية في أي دولة في العالم هم ثلاث أضلاع مسلس الدولة والنظام طبعاً والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بالكامل المتعاطي مع هذه المنظومة التصادية لو التالت دول تهموا المنظومة بشكل أو بآخر تقدر تحقق نتائج اللي أنت عايزها بشكل جاي دكتور يوسري أنت نورتنا وشرفتنا النهاردة في القاهرة اليوم والحقيقة الموضوع محتاج حلقات تانية كتير نتكلم فيها أكتر شكراً لحضرتك أنا بسلط بيك جداً وسعيد بكل حاجة والتقام معاك النهاردة وإن شاء الله نكمل بإذن الله شكراً لك يا دكتور نورتين